السلام عليكم الاخوان تبارك الله عليكم وتحية لكم جميعا وتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحتين جيدة الاخوان مرحبا بكم مرة اخرى عندما درست مزقان بعنوان فائدة من ذهب بداية نبغي طمأنه على الاخوان دينا وندعوا معهم بالشفاء العجيل لان هاد الفطرة هادي كان مروا من واحد مرحلات هادي خاصة الليامات هاد المنزلة هادي صبحات ديراء ركن تعرف مع كل بيت اسألوا الله لعفو العافية كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله فاسأله لعفو العافية الله يعافي كل صديق كل حبيب لا يجب شفاء الاخوان والله يرحمنا الله يرحمنا الاخوان يعني رغبة أو بعد يعني الطلبات دي البعض الاخوان فيما يخص واحد الموضوع ديال يتعلق بستريس استريس الاخوان آآ معروف عند الاخوان فهو على عدة مفاهم كين يعني آآ يعتبره بأنه آآ آآ القلق يعتبره بأنه ضغط آآ يعتبره البعض عدم تركيز البعض يعني يعتبره شيء من ميدو ديال الخوف فاحنا غن ركزه هو النقطة اللي هي يعني عدم التركيز يلي كتهمنا في هاد الحلقة هادية الإخوان آآ كيفاش نتعاملو يعني السؤال المطروح ما هو كيفاش نتعاملو مع هاد آآ العدام التركيز فيه فكتكن نقش مع واحد الاخ صديق ديالي وكتنقش الولاع ومزيانة الإخوان يكون عندك شيء اخ صديق آآ سواء كان دو علم وعلى بينا في مجال التغريد أو عنده بعد على الأقل واحد الفترة زمانية في هاد شيء ديالي القلقين يعني انت كتناقش معاه إلا وكتكتشفوا واحد المسألة اللي كترجع بالنفع الجامع آآ الأخي توجد بالإسبان خاصة في مادريد فهو صديق ديالي وكان بقى نقش أنوية هاد الأمور ومزيانة الإخوان تكون عندكم هاد المسألة حتى أنه لما لقيته شيء صديق اللي غد تقفيه وترتاح فيه وتمشي معاه نقش معاه احنا آآ يعني ربي سبحانه وتعالى اعطانا واحد الدكاء وعطانا واحد يعني واحد الباصيرة وجعل فينا واحد نفع اللي غد نفعه بيحتى الناس بإذن الله فأي مجال إلا كانت النية ديال خالصة لوجهك يفتح لك هذا الباب ديال الباصيرة وربع الزلي اللي كينفع عن الناس في أي مجال ديال اللي غيستفدوا منه العباد فمع راسك كان نبدأ كان نحط واحد لموضوع ونبقى نناقشه فش هدي ممكن ندير هدي لا درت هدي 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 ومن اللي كتسول لك تلقى راسك يعني انتق دي جطاحت لك في الباب ديالك في الباب ديالك ولا تعندك ولهذا الإخوان فإحنا يعني ما حدنا غاد في مجال لغاق إلا إحنا مازال محتاجين لبسك لحويش وفوق كل دي علمين عالي كل الذي تعلمت أشياء غابت عنك أشياء وأشياء وأشياء كل الذي يدعي العلم إذا تعلمت أشياء غابت عنك أشياء وأشياء وأشياء أشياء على أينا الإخوان الموضوع ديال ستريس أو كيفاش نتعاملوا معاه هو اكتشف تناوض الأخ لأن يعني مجمل أو يعني الكلام اللي كي يدور على الميكستو باش يبقى محافظ على واحد الأوردن واحد توازن واحد تناسق هو يتغطى ميتعراش خاصة في ذلك المرحلة اللي كيكون كي كي يقرافي الكلام ما معنى كي يقرافي الكلام يعني قريب يطلع المرحلة ديال ديال الصولة طير من اللي كي يصول وكي يوقف الصولة سوف يقرافي الكلام ذاك الأوردن وذيك اللي هي يعني يحفظها غادي بقي يؤديها فلا تعلم ومشا وقف على واحد وهذا هو المهم عندنا احنا في هاد نعدام تركيز وما حفظتش عليه انت في الأول غادي بقي ديمي يجيب لك ديال قدر يصول بها ولك يتسراح بها يقول لي عندوك يعني واحد بالنسبة لي هو ورا صحيح ولهذا كنا كنا ناقشه ولقينا هادك المسألة ديال الظلمة يعني ما هو بصري ما خدامش شغير بوحده خصوه حتى سمعي وقلنا رخص المسألة ديال الطير باش يتلجم خصها سمعي بصري يتكون ما يسمعش الكلام و وما يشوفش إلا مرحلة ديال الشمش العومان من هذه الربع ساعة ارجع انا كان هادرو على الطير انت عرفتي حفظ كمل الكلام دياله وبدأ يقلب على ما يسمعش حتى الطير خور بعض الاخترات انت كتقول غادي ندير طير حي باش يقيد دولية هو الطير من اللي كيسمع طير حي كيولي عندو داك نعيدام تركيز ما كيبقاش يركز كيبغي إريقاني كيبغي هو داك الوقار دياله يكون هو صاحب الوقار بأي طريقة بأي تغريد خاصه يسكت هادك الطير بهاد اللغة هاد ولهذا الاخوان مسألة ديال حتى السمع ما يسمعش خليه وقف على الوردن ديال هادي مسألة ضرورية الاخوان بداية بعدها في هاد المرحلة هادي ديال لا الطير من اللي كيشتون جاي وكيحط المسألة ديال مسألة اخرى كيفاش تعامل معاه وانت الطير كان بغي نخرجه مش ما يوقعش لي واحد النوع اخر ديال من غير التركيز شنو كالدير طير في الظلمة طير ما كيشوفش الدو علاش حنا كديرو في الظلمة وما يشوفش الدو خاصة الميشتوم الميشتوم اللي كتعري عليه كيدرع وكيتصر وكيبسال بهال المعنى حنا كان بغي كله يقول ليمبيو بكر هناش يكون ملجب يعني كتبغي دك من طاقيس تعاوق الزابين اللي كيكونوا منفاردين عدا كتبغي الزابين اللي كيكونوا يعني انت بحالك بحال تركيبه بغيدك شي جميل باش تدير الاحويج اللي ما يشتون لا ما كيبغيك تحلالي الاحي اللي تعلي غاي يبدأ يصنع لك واحد النوع ديال تبتبيت سواء هادك تبتبيت اللي هو كيكون فطري في المقنين قدر يكون عندو لان مقنين او فطري في واحد نوع ديال الكانار ويجيبو لك لانه فيه دم לקانار اما برت 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 او نوع ديال الكانار كيبقت قدسمع كقلت واش هدا جوش واش هدا ش من النوع دا واش اين طائر هذا و وراء الكانار في واحد سرسيرات بحل وتبتبيت واحد الانه يقري ولكن عود فيه عود فيه عود فيه تكي يقول لي يديرو لك وحد في البداية ولهذا من لي ما كيلقاش هذا الضوء ما كي يبقى من الجيم كي يبقى على الأقل التي يقرأ في لك لك لها تل عام التاني وهو الميستو من لي دير العام التاني كي نخدم أخرى معه من لي كي دير جبدالات كي نخدم أخرى ديال انتق بغي تدلي واحد ترويد واحد دريصاج على ليكون كورسو يقول تانا ميمكن شلي يقول ينخلي الميستو دير في حكوة أمغطي ديمة والعام التاني وهذا وهذا قاسني تانا نشارك به ولكن كين ترويد كين مسائل ما زالنا هضروع لي ان شاء الله ما زالنا نتكلمو عليا كيفاش ويبقى الطير عندك استن دريصاج ترويد كتحطو في البيكي كي أدي وكتجيبو الصاق وهذا كين كلام أخر احنا كنهضروع لكي تكسب طير في الاول ويكون عندك عايدا دوزو المرحلة التانية فمن اللي تبغي تخرجه وهو في الظلمة تعامل معاه هذا للمقنين ولا الميشل تعامل معاه بيعني بشوية بشوية رويدا رويدا غير معناه كنحنو بالاولى كندق بعدها في الكاخون كندق كان نحن كي بدي اسمع الصوت كي بدي اسمع الصوت او حبادا الى كان عنده تويتر الداخل والتوخم ما كتسمعوا الكلام الاولو مره مره كندير واحد نعدي الموسيقى روى الموسيقى ازالي كي بدي يغني معاه يمتيني بش تبغي تسمعوه بش تبغي شي حاجة تدير الموسيقى عادية قيطار سايش شي حاجة اللي ما فيهاش طيور ما فيه اولو اسمع موسيقى شوية يبدأ فيه داك الحماس ديال الفرحة وهذه ارعلي شوية نظر عليهم بالواحد بالواحد اوكا اوكا احتي ياخدوا واحد دوع دوع اللي ما غادي شي اراطي كي طير لكي طيح كي طير لكي تخرجوا تديريكس كيموت كي طير لكي توقع عليه النكدة كي طير لكي توقع عليه النكدة كي طير لكي تتعامل هاد المسألة ديال يقدر انتاق السبب دياله في كي اللي خدتعلموا واحد النوع ديال دكشغيش داك القباحات تمتعرفوا وش علاش وش علاج القمويلة وش علاقة سيبتوا وش علاج هادي انتا السبب دياله وغير في داك الخيال دير اذا بشوية بشوية ندير واحدة مني نجيبوه الشمش منديرو الشمش ديريكس الى كان عندك ساك بيض كان افضل تحط الساك تخليه يتشمي شوية دير هادا بشوية كي نعرع عليه بشوية بشوية هادي الخدمة الاخوان خدمة ديال يعني الولاعة بسيفة عامة كتبغي السبر وكتبغي واحد التريوت والخاطر تبغي الخاطر الاخوان من اللي نبغين نخلط ندخله كذلك نصد بشوية نحطه شوية تاوي اللف المسائل وندخله لا تنظر ما ديريك تايم مشكي بشوية بشوية هادي هادا المسألة موهيمة ان شاء الله رحمه 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 في التعامل ديالك مع الده في المسألة ديال العمان باش ما يوقعش له هادا ستريس هادا أو تاني كذلك العمان منخلطه نعوم كينا مسألة الى كانوا عندك طيور جوجودة ثلاثة كتتحطهم على بعض اياتهم ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 اشتركوا في القناة